الرحيم والصلاة والسلام وعبوث رحمة العالمين اطلعت على حديث عظيم ذكره كثير منفسرين في تفسير قول الله سبحانه وتعالى وما يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليهم قال المفسرون عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ ألف آية في سبيل الله كتب يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا إن شاء الله من قرأ ألف آية من قرأ ألف آية في سبيل الله كتب يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا إن شاء الله ده الحديث الحديث ده معنى أي معنى أن الذي يصلب ألف آية يُكتب يوم القيامة مع النبيين والصديقين معنى صح ستبقى بأهل الفردوس الأعلى ستكون رفيقا لأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين في الجنة طيب إزاي نصلي بألف آية طيب إيه الدليل أن الرسول هنا يقصد ألف آية أكثر من دليل أولا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم من قام في ليلة بعشر آيات لم يكتر عند الله من الغافلين ومن قام بمئة آية كتبة من القانتين ومن قام بألف آية كتبة من المقانترين نص الحديث ده والحديث الصحيح فيه نص تاني يقول من قرأ ألف آية مالش من قام يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقصد بالقراءة القيام والصلاة ليس يقصد أن نفتح المصحف ونقرأ ألف آية كل الناس تختب المصحف ونقوله الأخرى والقرآن فيه ستة آلاف آية هل معنى كده أن اللي بيعرأ قرآن والناس كل الله في شعر مدام بتقرأ وتختب القرآن وبعض الناس ببلاق أكثر من ختمة هل معنى كده لا ده المقصود بيه من قرأ ألف آية في سبيل الله كتب يوم مقامة مع النبيين والصدقين معنى أنت تتصلب ألف آية طب تصلب ألف آية إزاي لا فيه مشاقة كبيرة لا نحاول حادثكم طريقة ميسرة وصوبة عظيم جدا الصلاة مش هتاخد منك نص ساعة تصلب ألف آية وتحصل هذا الصوب العظيم تقرأ صورة الإخلاص 250 مرة تقرأ صورة الإخلاص 250 مرة تقسم 250 مرة ودول على أربع ركاعة إزاي تقرأ في الرقعة الأولى صورة الإخلاص مثلاً 70 مرة أقول مثلاً المهم المجموعة يبقى 250 الرقعة الثانية 60 الرقعة الثالثة 60 الرقعة الرابعة 70 يبقى أقرأ الفتحة وأقرأ صورة الإخلاص 70 مرة بعدين الرقعة الثانية أقرأ صورة الإخلاص أو صورة الإخلاص 60 بعدين الرقعة الثالثة الفتحة وصورة الإخلاص 60 وهكذا ورقعة الرابعة 60 طب المجموعة يبقى كان 70 و60 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 يبقى 250 مرة. أو طبعا المهم المجموع يبقى 250 مرة. أو تقرأ صوت الإخلاص 100 مرة في رقعة الأولى يبقى 50-50-50. المهم المجموع يبقى 50 مرة. ليه؟ لأن صوت الإخلاص فيها أربع آيات يبقى أربع آيات في 250 مرة يبقى تغير قرأت وصليت بألف آيات. تكتب عند الله يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. طبعا الحديث مش مقيد. يعني يقول ما نصلى. ما قادش بقى مرة ولا اثنين. فهنتك حاول تصلي الصلاة دي على قد ما تقدر. ما قادرتش كل يوم يبقى يوم ويوم. ثلاث مرات في الأسبوع. ما قادرتش مرتين في الأسبوع. المهم كل ما يكون عندك قوة ووقت تصليه. لأن صبابه عظم جدا. يبقى ايه هو السباب؟ طب ليه أنا أقول لكم تقرأ صوت الإخلاص بكسرة وإيه الدليل من السنة على صحة هذه الصلاة وعلى سنيتها وصبابه العظيم. عدلة كثيرة جدا من السنة. أولا عديث للصححة الإمام الألباني من قرأ قال عليه الصلاة والسلام في الحديث. والجمهور العلماء تقبلوا هذا العديث بالقبول الإمام الأباني الصححة. من قرأ قول الله أحد عشر مرات حتى يختمها بنا الله له قصرا في الجنة. من قرأها عشرين مرة بنا الله له القصرين. من قرأها ثلاثين مرة بنا الله له ثلاثة قصور. فسيد عمر الخطاب في رواية قال إذا نكسر يا رسول الله قال الله أكثر وأطيب. وفي رواية تانية سيدة وبقرة قال إذا نكسر رسول الله قال الله أكثر وأطيب. إذا الإكسار من قرأة سورة الإخلاص. وفي الصلاة وفي داخل خارج الصلاة سنة. الحديث مش مقاير بصلاة. قال من قرأ يبقى داخل الصلاة وخالق الصلاة. طب في أدلة تانية كثيرة. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في صحابي على أهد النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري. قام بصورة الإخلاص يقرأها طوال الليل على العهد النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحابي كان معدي سمعه. فكأنه تقال لها. يعني هو صورة الإخلاص صلى الله عليه وسلم فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره. فقال له والذي نفس بيده إنها لا تعدل ثلث القرآن. يعني رسول صلى الله عليه وسلم أقر الصحابي على ما يفعله. وإذا الرسول صلى الله عليه وسلم أقرر الصحابية على فعله فإذا هذا فهذه سنة. قرأت صورة الإخلاص في الصلاة سنة. الصحابي قاد طول الليل يصلي بها. ما يصليش بغيرها. في دليل تاني في دليل تاني. الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ طول الليل آية أنت عذبهم في إنهم عبادك وإن تخفر لهم في أنك أنت العزيز حكيم. وقعد يكررها وقررها طول الليل. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قعد يقرأ آية وقررها طول الليل. يبقى إحنا ما نقرأش صورة الإخلاص ونكررها. إذا ده دليل. طيب. ما هي الصواب العظيمة أنت ستأخذه؟ لو أنت سليت الأربع ركعات دول بطريعنا. أولاً الأربع ركعات دول لو أنت سليتهم بعد العشاء كأنك سليتهم ليلة القدر. هتأخذ صواب قيامة ليلة القدر. لماذا؟ من الصواة الصحابية في الحديث؟ والحديث ده صحيح موقوفاً على كثير جداً من الصحاب. على عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر عن سيدة عائشة عبد الله بن عمر بن العاص من صلى أربع ركعات بعد عشاء في رواية من رواية لم يقطعهن بتسليم كنا بعد لهن من ليلة القدر. فمعناها الكلام ده كأنك سليتهم ليلة القدر. بس ده بشروط وأنا كنت تكلمت قبل كده أنك تقرأ قرآن بعد الفتحة في الأربع ركعات. بس في الحالة دي ما فيش تشاهد أوسط. لأن رسول صلى الله بن عمر بن مسعود قال لم يقطعهن بتسليم يعني لم يقطعهن بتسليم يعني ما يتصليش اتنين اتنين. لا تصلي أربع ركعات متصلات. وبعدما أنت قرأت قرأة القرآن بعد البتحة في الأربع ركعات وهذا ما يقول انت قرأة القرآن بعد البتحة في الأربع ركعات هذه قاعدة الفقهية السابتة. وستقرأ صوت الإخلاص وبعدين mikä النفس bench نحن ورادت laying ١ مرة تقرأ الصوت الإخلاص إلى ٦ مرة راقعة ٣ راقعة ٢ مرة أو قرأ Nossa وتقل الإخلاص مثلا مية فرقعة الأولى وبعدية خمسين 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 يبقى كده المهم المجموع يبقى مثلو خمسين ما يقلش عن مثلو خمسين عشان يبقى مثلو خمسين فاربعة يبقى مثلو خمسين فاربعة يبقى كده صليت بألف قائم طيب ايه السواب بقى اللي احنا هناخده لو هنصلي لأربع رقاط دول بالكافية ده اول شيء تكتب عند الله يوم بالقيامة مع النبيين والصديقين ده ما جاء في الحديث الشيء الثاني وهذا اللي بيصحح الحديث ويكتب عند الله من المقنطرين ليس الرسول عسان يقول في الحديث ميقامة في لايلة بعشر آيات ويكتب عند الله من القناة في الليلة دي ومن قامة بمئة آية كتب من القانتين يعني بيصلي بمئة آية يكتب لقلوت ليلة يقرأ صوت الخاص سلاتين مرة يقرأ صوت الواقعة يكتب لقيم الليلة ويكتب عند الله من القانتين لكن اللي بيصلي بألف آية عشان يبقى يكتب يوم القيامة مع النبيين وصدين يكتب من المقنطرين ايه هو القنتار اصح الاقوال في القنتار وبعض رماء قالوا لو انت مليت الكرة ارضية كلها حسنات ما تجيش حاجة بالانطار لكن القول الصحيح معاذ بن جبل سائر رسول صلى الله عليه وسلم ما القنتار يا رسول الله قال رها القنتار الف ومئتان اقية والاقية خير من ما طلعت عليه الشمس شمس وخير من ما بين السماء والارض ولو ما قالوا ايه زي ابن عربي او جنم في تفسير حديث قالوا كأنك الاقية دي دي فلوس كأنك تصدقت لتمن الكرة ارضية كلها او كأنك كان عندك الكرة ارضية كلها وجعلتها وقف لله سبحانه وتعالي ده في رواية اتناشر الف بيش ألف ومبتان بس دي ستتخلينا في رواية الاقل عشان الناس ما يحسناش عندها خبل من 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 الصواب العظيم اللي هاقوله دلوقتي يبقى انت هيكتب لك الأقية خيره مما طلعت عليه الشمس وخيره مما اسمه بيكتب لك ألف ومئتين أقية يبقى كانك تصدقت أو كانك بقدت بالكرة الأرضية كلها أو جعلت قطعة أرض قد كرة أرضية كلها ألف ومئتين مرة جعلتها وقف لله ده أكتر كمان ومن conce Bedoya بسم شهر أباً بسم شهر لك صj Not sixEs نصف مليار وستة وستين مليون كليماتين مربع يبقى انت حيزك في ملكك في الصل襟 قد بسم شهر لك الأرضية كلها في الجنة القد بسم شهر ألف ومئتين مرة يبقى ما يعني وإزاد ملكك في الجنة أعوالي ستممائة أو سبعمائة مليار كيلو مئتين مربع يعني قد بسم شهر الأداء بسم شهر ومئتين مرة ستمائة مرة أو ستمائة مرة أسف قد مساحت الكرة أرضية كلها 1200 مرة مساحت الكرة أرضية نصف مليار بإضرب يبقى مركك في الجنة أو مساحتك في الجنة هتزيد هتزيد ستمائة مليار كيلو متو مربع وده اللي أنا كنت أقول لكم ما أتكلمت عن ساطر فجر لأن ساطر فجر أعظم سوابا بكثير لأن ساطر فجر تسوي قام الليل كله من أول أخر وده يوريك اللي بيصليش الفجر في الجامعة بيخسر ديه لنساحة الضوء هتبنتكلم على قيام الليل سلاة الفجر صوابا عظم كده بكثير بس بشارط تكون في جماعة في المسجد لأنها بأكتر أن سوابها أكتر من قيام الليلة بحالها بش أكتر من قراءات ألف آية ونسان يقدر يقرأ أكتر من ألف آية بكثير لو قام الليل كله من أول أخر لأن سلاة الفجر تسوي أكتر من قيام الليل كله من أول أخر في المسجد بشارط في جماعة يبقى أول شيء في الصواب الصلاة تكتب عند الله من القيامة مع النبيين وصديقين الثاني شيء تكتب من المقنطرين تأخذ صواب القنطار ومولكك يزيد في الجنة المقنطرون دول أعظم قوامل للعاية أطلاق ويزيد مولكك في الجنة ستمائة مليار كيلومتو مربع فلوس في ساعة لأن انت ستقرأ في صوت الإخلاص يتقرأ 50 مرة في الأربع ركعات إن شاء الله يستخدم أكتر من نص الساعة السواب الثاني ستبدي 250 قصر في الجنة 250 قصر كنت قلت لكم أن يقرأ صوت الإخلاص عشر مرات بيتبنى للأصر لديه حديث ثاني ذكره ابن ماجة وذكره إمام السيوتي في الدور المنصور في كتاب الدور المنصور في الفضاء العظيمة لإكسام لصورة الإخلاص وعقول لكم دلائل صحة هذا الحديث أو العمل من قرأ أقول والله أحد على طهارة كطهارة الصلاة بل الله له مئة قصر في الجنة وكتب له عشرة حسنات ومحى عنه عشرة سيئات ورفع له عشرة درجات ونظر الله إليه سبحانه وتعالى ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبدا ونحاول إن شاء الله أكتب لكم الكلام ده كله في الوصف سأكتب لكم الحديث كيف يقرأ صوت الإخلاص على طهارة في الصلاة غير اللي بيقرأها بدون طهارة وهو قعد الصواف في الصلاة بيتضعف أضعف كثير كيف؟ كيف؟ سيدنا علي بن نبي طالب قال هذا الحديث حسن صحيحي إن شاء الله إذا قرأوا الإمام منطقي الهندي في كتابه أحتسبوا على الله سبحانه وتعالى الذي يقرأ أحتسبوا على الله سبحانه وتعالى الحسنة في القرآن بعشرة حسنات بدون ودوء وبوضوء بخمسين وعشرين حسنة وفي الصلاة بلوسا بخمسين حسنة ووقوفا بمئة حسنة السبب في الصلاة بيها تضعف أضعف كثير هذا كلام سيدنا علي بن يطالب طبعا كلام الصحابة رضا العامل يكون له حكم الرافع إلى رسول صلى الله عليه وسلم يبقى إذا كنت صوت الإخلاص بدون طهارة وإنت قاعد أو نايم في الفراش عشرة مرات بقصر يبقى إذا قرأتها في صلاة يبدأ لك بكل واحد قصر وأنا قرأت في ابن كثير والله يشعب على ذلك إن اللي بيقرأ صورة الإخلاص مرة واحدة يبدأ له عشرة ألاف قصر في الجنة عشرة ألاف قصر كل صلى الله عليه وسلم قال في الحديث قصر النبي والشهيد به خمسة ألاف غرفة به خمسة ألاف غرفة إذا ده صحح معنى الحديث يبقى أنت لو صليت الصلاة دي ما تقرأ صورة الإخلاص طبعا كما تبقى إذا كانت حايزيت ميراسك في الجنة قد كرة أرضها كلها ألف ومتين مرة سيزيد ميراسك مثلا ستمائة مليار كيلومتر مربع ومجد مليانين أصور سيبقى أكثر من 250 أصر بكثير بس نحن نتكلم بظاهر الحديث سيبقى أنك تدروا خمسين أصر في الجنة كما جاء في الحديث الصحاب الرابع ستأخذ أجر قراءة القرآن 80 مرة كأنك ختم بالقرآن لماذا؟ من منكم يستطيع أن يقرأ سلطة القرآن في ليلة؟ والعديث صعير قالوا رسول الله ومن يتيقوا ذلك قال لما نقرأ أقول الله أحد فقط قرأ سلطة القرآن يبقى أنت لو قرأت 250 مرة إضرب إسم 250 على ثلاثة وإبقى أنت ختمت القرآن ثمانين ختمة وإنت واقف في النص ساعة صحاب عظم جدا صحاب عظم جدا الصابر بعد كده الصابر بعد كده تشيعك الملكة بالألاف عند موتك كان فيه صحابي الحديث ده له خمس طرق اسمه معاوية أبن معاوية المزني مات في المدينة وكان وصلها صلى الله في غزو التبوك فجاءه جبريل وقرأ صلى الله مات معاوية في المدينة أتصلي عليه؟ قال نعم يا جبريل ما لي يا جبريل أرى الدنيا أو الشمس مزدهرة لها نور ليس ككل يوم؟ قال له إن الله أنزل سبعين ألف ملكا ليصلوا على معاوية قال له وبما لملغ معاوية هذه المنزلة؟ يا جبريل قال له بقراءتي يقول الله أحد قاعدا وقائما وماشيا ونائما على كل حال يبقى كم قراءة كم مرة في اليوم؟ قال ابن حمد الكلام على صلاة نص ساعة أرى منكم بقى هناك أحد ذكر ابن كثير ربما كان من التابعين أو من التابعين التابعين كان ورده اليومي 31 ألف مرة أو 41 ألف مرة يقرأ كل يوم 31 ألف مرة أو 41 ألف مرة طبعا ربنا كان يبركلهم في وقفت لم يكن أحد يسأل إزاي؟ سيدنا عصمر بن عفان كان يقرأ القرآن كله في رقعة والحديث صححه الإمام السائب فالناس دول كان لهم كرامات عظيمة ربنا سبحانه وتعالى كان يبركلهم في الوقت فوقتهم كان غير وقتين خالص طبعا غير الفضاء العظيمة التي جاءت في الإكسرام من صورة الإخلاص كان في الصلاة أو بقى خارج الصلاة من القرأ قوله الله أحد حين يدخل بيته نفت الفقر عن بيته والجيران تنفي الفقر عن بيت الجرام من القرأ الله أحد مئة مرة وقفت له ظروب مئة سنة وفي رؤية تانية قمسين سنة من القرأها مئتين مرة وقفت له ظروب مئتي سنة جاء في فضلها أيضا اللي بيقرأها في موته والعلماء عضدوا المعنى هذا الحديث يملغ منازل وشهو هذا ويأمن من فتنة القبر ومن سؤال الملكين ومن ضغطة القبر وضغطة القبر عالية وبسيطة جدا ومناقب لا تحصل ملاقب لا تحصل طبعا أنا لا أستطيع أن أتحدث عن الملاقب الكثيرة لأن الوقت يحتاج إلى ساعة أو ساعات لكن أنا قلت أهم الأشياء فأنا أحاول أكتب لكم الكلام ده في الوصف نفتع الفيديو فأنا أحاول أن نصلي هذه الصلاة لم يدد كل يوم يوم ويوم يوم وكل يومين ثلاث مراتين في الأسبوع حاول أن تكسب من هذه الصلاة الصوابع العظيم حتى تكتب عند الله يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسن أورائك رفق فأنا لا تنسوا تنشون هذا العلم في طواب العظيم أن أعلم علما في النهو أجر من هذا يوم القيامة تفعيل جرس واشرق في القناة لسالكم كل جديد وتساعدون عن عرش الصونة ويأكلوا قولها شكرا